تزامنا مع الضربات الموجعة التي يتلقاها تنظيم داعش الارهابي في آخر جيب له شرق الفرات يواصل من يتمكن من المدنيين الفرار من مناطق سيطرة التنظيم والوصول إلى المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد ثلاثاء خروج أكثر من 300 شخص من الأطفال والنساء وكبار السن غالبيتهم من الجنسية السورية نحو مناطق قسد ليرتفع إلى أكثر من 14 ألف تعداد الأشخاص الذين خرجوا وفروا من جيب التنظيم منذ مطلع شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2018 وبحسب المعلومات التي أدلى بها الفرون من منطقة السوسة الثلاثاء فإن هناك حالة من الانهيار في صفوف عناصر التنظيم وأنهم يعتمدون لصد الهجمات على الألغام التي زرعوها بكثافة وسيارات والآليات المفخخة فضلا عن عناصر من الانتحاريين والانغماسيين المرصد نقل عن المدنيين الذين تمكنوا من الوصول إلى مناطق قسد أيضا أن التنظيم الإرهابي يعمد لتنفيذ إعدامات بحق الفارين الذين يقعون في قبضته خلال عملية الفرار كما أكد هؤلاء أن غالبية المدنيين المتبقين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم هم من العراق وجنسيات أخرى غير سوريا خسرة تنظيم الدعش الرهابي لمعاقلة مهمة في آخر ما تبق له من مناطق جعلته في انحدار مستمر ربما نحو خسارة كاملة تنهي وجوده في الأيام المقبلة في منطقة شرق الفرات في حال تم تحرير بلدتي السوسة والباغوس فوقاني وليخسر بذلك آخر المناطق المأهولة شرق الفرات ترجمة نانسي قنقر